كشف سياسي عضو مجلس النواب السابق مثل الألوسي على لجوء أحزاب الإطار إلى مكاتب كبيرة وممثلين في واشنطن لتسويق معلومات عن التهدئة والرغبة في عدم التصعيد وقال الألوسي أن الإطار ينفق ملايين أدولارات على تلك المكاتب الخارجية مضيفا أنه في أمريكا ينظر إلى ما تقوله تلك المكاتب بأنه ساذج وسطحي مؤكدا أن تقييم الأوضاع يتم عن طريقة الاستفارة الأمريكية في بغداد وهي غير راضية على ما يجري ويشير الألوسي لأن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد لكن دوائر مهمة في واشنطن تعتقد بأنه يجب كسر ظهر إيران مضيحا أنه في حال انتهت الحرب ستبدأ مرحلة عسكرية جديدة الفصائل في العراق لن تكون بمأمن عن ذلك